يسعد صباحكم يا حلوين يا طيبين عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا كويسين وفي خير وفي احسن صحة وحال يا رب فيديو النهاردة كان من احسن الفيديوز اللي كنت مستمتعة جدا وانا بصورها لكم الموضوع ده اللي انا تسألت عنه كتير من فترة طويلة اي حاجة بتسألوني عليها بسجلها عندي وبلاقي الوقت المناسب وكلبكم فيها عايزة تشجيع منكم علشان تعرفوا ان انا مش بنسى حاجة وابعتوا الفيديو ده كمان مهم جدا هتمشي على النظام يفيد جسمك وصحتك وكمان ينزل وزنك من غير ما تغدي بالليل قبل ما تنامي زبادي بلمون وكمان بزرشية منقعة من بالليل في المية وتغديها على الريق الصبح وكمان هيكون ليكي قناة تتكلمي وتشرحي وتبصتي المعلومات وناس كتير قوي هيحبوك ويستفادوا منك وحيكون ليكي اخوات واصحاب الحقيقة كنت هقوله لأ انت اكيد بتهزر لاني مش عارف اعمل كده وايه بقى اللي غيرني وخلاني اعرف اعمل كده واحب نفسي اكتر واحب الحياة واقبل عليها واحب كمان ان انا افيد الناس من خلال تجربتي انا مش كلامه خلاص انا دينا ودي كناتي دي هوم هنصلي على سيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام جالي كذا سؤال زي سناء كده بتقولي انها عايزة تنقص البطن والهنش وجزاك الله خير استاذة دينا واسئلة كتير بيدوا نفس المعنى سؤال تاني برضو من نورة بتقول هي على النظام بقى لها شهرين بس بدأت تاكل زيادة في التوست والنشويات الايام دي وخايفة ان وزنها يزبط هو ممكن الشوكولاتة والسكريات يفتحوا الشهية سؤال تالت برضو من يوزر متابعك ايه من العراق عملي خمسين سنة ودتي خمسة وتسعين بقى لي تلت شهور على النظام بس مش عارفة العاشة اجوع بالليل عايزك يتفيديني عنج ثقة فيك بكل بساطة السكر هو الحل لان جالي برضو كزا سؤال هو السكر ازاي بيخسس اي اكل ممكن ان احنا نكله عزاكم الله بيعمل فضلاته بيتعب الماد ويكون ليه قيمة غذائية بيتحول الاكل الكتير لشحوم بعكس طبعا السكر خفيف مالوش فضلاته وكمان هو وقود الجسم جسمنا محتاج يصنع كل يوم عشان يقدر ان هو يتحرك ويعيش متين وخمسين جرام سكر يعني اي كمية انا كلها هتتحرك وكمان هيحتاج يدور على مورد تاني يحرق حتى الدهون الحشوية ويحولها سكر وبكده نقدر ان احنا نخص اكتر اليوم اللي ما بيكونش عندي فيه عسل ومش بشرب مية وعسل على الري بكون عطمر اللي هو الناشف ده اللي بيتبل في المية بدل بقى ما كنت بابلة قبل كده بزور الشياء واخدها زي ما قلتلكم قبل كده في الانظمة الفشلة اللي كانت بتتعبني وبتتعب معدتي وبتجيب لي ارتجاع مريء وبتتعب الهاضمة عندي دلوقتي مفيش اسهل من كده شوية من الطمر بنقعهم بشرة بالمية بتاعتهم على الريء كده بتبقى حاجة حلوة ومسكرة بعد الصيام الطويل بتاع طولي اتفات كمان من الطمر اللي فيه ان انا ممكن ان انا افطر به بحطه على النار مع حتة زبدة وشوية ارفع وكمان بحطه على الوش كده شوية من السمسم المطحون واقدر ان انا افطر به كمان والمهم في الموضوع قوي اللي ما يخليش الجسم كمان يثبت ان احنا ما نعملش حاجة اسمها صيام متقطع مفيش حاجة اسمها اساسا صيام متقطع لان احنا كل ما نفتح بقنا ان شاء الله حتى شوية مية احنا كده قعدنا تشغيل الجسم من البداية حتى لو نقطة مية زي ما قلتلكم وبيرجع تاني لنقطة السفر ونخسر الساعات اللي مرت واحنا صايمين فيها والجسم يستفاد بيها فنخليوا بالكم من الموضوع ده برضو لان كده لكل شوية نشرب فده كله بيأثر علينا وعلى ثبات الوزن وكمان الاستشفاء في نفس الوقت ولازم يكون فيه عملية امتصاص كويسة المشاكل من وراء القرص بتاع الكنترول الفنترن اللي بيتاخدوا على الري واحنا قاعدين كده من غير اكل ولا شرب بيتفرس في معدتنا اكل بانتظام لاننا دايما بنبلع اللعاب واللعاب ده فيه بقايا بكتيريا من الفمه وافرازات الانف والحاجز الانفي من وراء فبيتبلع بصفة مستمرة طبعا غزبا عننا احنا ما مدخلش اكل احنا قفلين بقنا وبيحصل كده وكمانت بالعمل الانفي اكتر مكان بيحصل فيه التصاق للاتربة علشان كده لازم يحصل حاجة اسمها استنشاك والسنثار لانف لان دي عملية تهوية للمنطقة دي ما علينا المكان ده دايما بتجمع فيه ميكروبات فمع طبعا بلع كل ده لازم يقابله حمد في المعدة يكون قوي يقدر انه هو يكسر المخاط اللي مليان بكتيريا ده ويقتلها فلازم ما نديش لنفسنا والمعدتنا اي ادوية اللي هي بتبوز خالص حمد المعد وما تخليش الحمد ده يتفرز ويشتغل شغله اللي احنا عايزينه انا بيبقى عندي دايما في الفريزر الشربة بتاعة المرأة او بتاعة عزام البقر بحطها في الفريزر وخزينها ودايما بيكون عندي لحمة مسلوقة حطاها في الفريزر لما حب ان انا آآ آآ آكل لحوم وده قليل اوي لما باكلها آآ المرأة دي انا هعملها بطريقة مختلفة لحمة مسلوقة هحاول ان انا احمرها الاول شوية في حب زيت وحتة زبدة كده وملح وفلفل وبعد كده هنزل عليهم بصلصة بتاعة الشركات مش صلصة الطماطم الطبيعية لانها ممنوعة صلصة الشركات بس اللي في البرتمانات هي المسموحة معنا وبعد كده هعمل أكلة حلوة كده ولذيذة وتكون سهلة علي في الهضم وفي الامتصاص وتكون طرية لأن الأكل الطري هو ده اللي بيساعد على إمقاذ الوزن وكمان اللي ميبقاش فيه بطن ولا دهون كده حوالين البطن كتير إزاي بقى لو مشينا بقى على الأكل الطري فترة زي مثلا نحن نشرب عصاير البطاطس تكون مستوية جدا 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 حتى لو كانت بيوري نعمل شوية من الوصفات اللي أنا بعملها هنا في القناة اللي هو الأكل الصفت المهلبيات جيلي حاجات كتير قوي هنا عاملها لكم وليها قائمة تشغيل مخصوص اسمها أكلات صفت للنظام الطيبات في قناة ديهون وتساعد جدا في نزول الوزن لأن النوع ده من الأكل بيحافظ قوي على الإنسولين بيخليه مش عالي في الدم لفترة طويلة وبيخفيه تماما بعد كده لأن الأكل بيتهدم وبيمتص يخرج بسرعة من الجهاز الهضمي فبنستفاد من بخة الإنسولين اللي بيفرسها البنكرياز دي بعد كده بيتوقف خالص الإنسولين علشان الأمعاء خلاص في ديت ولما الإنسولين ما يبقاش موجود مع توفير كمان إن إحنا بناخد سكريات يبدأ الجسم في الوقت ده بقى إنه هو يعلي عملية الحرق بتاعت الدهون وتجديد الخلايا ودي النظرية للدكتور دي العودي هو اللي فهمها لنا وقال لنا عليها إحنا ما كناش نفهم الكلام ده قبل كده الفيديو ده عايزكم تبعتوه لكل الناس وعلى الجروبات على الفيسبوك وعلى الواتساب علشان الناس كلها تفهم وتعرف نظرية الدكتور دي العودي وإن إزاي الأكل الصفت بيساعد هو والسكر على إنقاذ الوزن وتقليل الوزن كمان تعالوا هنا بقى نشوف اللحمة بعد ما حطت لها البصلة وبعد ما حمرتها شوية نزلت عليها بمرقة اللحمة وبعد كده معلقة من صلصة الشركات أو معلقتين زي ما إحنا عايزين يعني أي حاجة عايزين نعملها بصلصة نستخدم صلصة شركات مش طماطم والله وإنا عملت لكم الفيديو فيه لحمة مخصوصة عشان فيه حتى قاعد يقول لي إحنا ما نقدرش نعيش من غير اللحمة يوم إنتي نباتية إنتي إزاي عايشة كده من غير لحمة على طول عمل لنا وصفات باللحمة تفضل يا أستاذ وصفة بسيطة أهيب اللحمة على نظام الطيبات ممكن إن إحنا نستفاد منها لو إحنا ماشيين إن إحنا عايزين ننزل في وزننا مش هناكل اللحمة اللي موجودة في الحلة خالص هناكل بس البطاطس بالرز بصلصة بتاعت الشركات دي وخلاص لإن اللحمة برضو وجودها في جسمنا عبق برضو على الجسم وبتصير الجهاز المناعي مش سهلة أبداً في الهضم وبتقعد في معدتنا فترة فطبعاً هتخلي بروز البطن موجود عندنا ومش هنستفيد بالأكل الصفت اللي إحنا بنكله فنبعد شوية عن اللحمة لو عايزين ننزل فعلاً من البطن ودهون البطن كده نرتاح منها شوية يلا نعمل فنجان قهوة كده من اللبون الجديد اللي أنا لسه شريع بيبقى كده محفوظ في أكياس باجيوه على طول من المحمصة أو المطحنة يعني أنا باجيب من المصدر الرئيسي على طول وبحب بلن شهين قوي مصدر موسوك فيه مش مخلوط بأي حاجة اللهم بارك ما فيش ارتجاع وما فيش حمودة لما بشرب القهوة لإنتوا طبعاً عارفين إن فيه أنواع كتير من البلن دلوقتي بقت مخلوطة بحاجات كتير طبعاً كلها بتتعب وبتجيب ارتجاع مريء وحمودة فخليكوا واسقين من المكان اللي بتشتروا منه قهوتكم لو حبينات سألت كتير على القهوة الإسبريسو القهوة الإسبريسو مسموحة الكابسولات كلها مسموحة اللي مش مسموح لأي حاجة متضاف لها لبن والقهوة الفرنساوي طبعاً متضاف لها لبن فهي ممنوعة ناس كتير برضو تعبت من صلصة الشركات يعني سواء صلصة طماطم أو شركات تعبت منها فاللي بيتعب منها يعمل الوصفة دي زي ما هي بالمرأة بتاعة اللحمة وما يحطش خالص أي نوع من أنواع الصلصة من دمن الأسئلة برضو اللي تابع الحلقة يا ترى النظام ده ممكن ينحف الجرس ياريت تكتبوا تجاربكم لإن بنتي صار وزنها 98 الحبايبي يماشين معاي على النظام ووزنهم قل وخسوا ياريت تكتبوا تجاربكم كمان علشان نشجع أختنا الجديدة معانا في القناة وما يبي اللي موجودين معايا من الأول من فترة طويلة وللسه جداد في القناة أنا جديدة في النظام يدينا وبتفرج على فيديوهاتك كلها جميلة شكرا جداً لكل تشجعكم ودعمكم لي أنا بقى لما بجيب الليب السوري بحطه في الماكرويف بحماصه شوية الأول حوالي دقيقة كده وبعمله حفرة كده من النص وبعد كده لما يبرد خالص خالص بحفظه في برطمان من الزجاج بيفضل فرش ووقتاً ما أكل ألاقيت كده كأنه لسه شريعة جديد يعني وكمان باخد منه حبات صغيرة كده يعني مرة كده كل أسبوع أو مرتين تمام؟ لأنه برضه بيزود الوزن خلوا بالكم اللي عايز يخص ما يكلش الليب السوري سألت كمان على البسبوسة تتاكل إمتى؟ وهل تتاكل كل يوم؟ من ضمن برضه الأكلات اللي بتزود الوزن والدكتور نفسه ألها إن البسبوسة بتزود الوزن فاللي عايز يزود وزن يأكل منها كل يوم اللي عاوز بقى يخص ما يكلش بسبوسة ويلاقي نفسه إن شاء الله خاص خالص ولو عايز إنها كده حاجة مسكرة تكلوها وتمشوا عادي على النظام من غير خساسان ولا زيادة وزن ولا حاجة ناكلها مرة كده كل أسبوع أو مرتين حتة كده صغيرة بعد الوجبة نحل بيها وخلص البنوتة بقى اللي بتسألني على ثبات وزنها اللي بفكرك بالصيام ولو صمتي فتر الصيام طويلة وأخدتي المسموحات خسي ونفس الأكل هو هو أكلتي وما فيش فتر الصيام طويلة مش هتخسي أكيد الفيديو ده لازم تبعته لأي حد عايز يدوب دهون أو مثلا يبني عضلات ويبقى شير في الخير طيب هناخد اللب ده إمتى أو أي مكسرات مسموحة بناخدها شوية صغيرين كده بعد الوجبة وخلاص طيب إحنا عايزين نشرب عصير نشربه إمتى نشربه لما نجوع أو مش جعنين نشربه مع الوجبة يعني البنوتة بتقول لي هل فعلا السكريات والشوكولاتات فتح الشهية في النظام الطيبات لو مشي عليه ومنع كل الممنوعات السكريات بتساعد على إنك تشبعي وتحسيش بالجوع وكل الأنظيم التانية بيقولوا لك لو خدت أي سكريات نفسك هتتفتح على الأكل في النظام الطيبات مفيش الكلام وطبعا لو عايزين نخس والبطن اللي فيها الدهون لشوية ناخد بالنا من الكميات للرز وللتوست والقطر في السكر على قد ما نقدر عدد التوست بالفطار ممكن يكون واحد بس أو اتنين بالكتير قوي ما نزودش عن كده الرز بقى ممكن ناكله كم علاقة كده مش كتير بس نزود جنبه البطاطس البطاطس أهم لو أكلنا حاجة بيوريه يبقى البطاطس تبقى بيوريه والرز يبقى مسلوق كويس جدا جدا عشان يبقى أكل صفت وسهل الهضم كمان مع تكرار الصيام هيبدأ تاني نزولك في الوزن بعد السبات ويكون الجسم بقى بينزل الدهون الحشوية اللي داخل الأعضاء والمفروض في النظام كمية الأكل بتقل وعدد الواجبات كمان بيقل خلوا بالكم طيب بالنسبة للأكل الصفت زي اللي أنا بعمله كده مثلا وموجود معانا هنا في قائمة التشغيل أكلت الصفت والوصفات الحلوة بتاعة الصفت في اليوم مثلا هناكل بطاطس بيوريه لما نجوع بس ما ناكلش غير لما نجوع ولما نيجي ناكل لازم نجبع لازم نوصل لدرجة الشبع علشان مش كل شوية بقى ناخد حاجة أو ناكل حاجة بحاجة إن إحنا جوعنا تاني بطاطس بيوريه مثلا عايزة معلقة رز أو معلقتين يكونوا مستويين جدا جدا وفي الآخر مثلا تكلي طبق حلو من الصفت اللي أنا بعمله ده هيكون فعلا تخطيط فعال إلى إنك تنزلي دهون البطن والجوانب كمان أو الدهون الحشوية فلازم تستخدميه فورا عايزة شوف تعليقاتكم الحلوة ولو عجبكم الفيديو ده اعملولي لايك وشير